اشتركوا في القناة نتائج المسح الميداني الاول الذي هو اكبر مجموع حكائي شعبي من نوعه في الوطن العربي من مدن وقرى المملكة والذي استغرق العمل على تنفيذه عشر سنوات بمساعدة مئة طالب وطالبة من جامعة البحرين وبدعم وتمويل من المنظمة الدولية للفن الشعبي التي تتخذ من البحرين مقرا رئيسا لادارة اعمالها وقد اعرب حضرة صاحب الجلال رعاه الله عن شكره وتقديره على هذا الاهداء القيم مثنيا على الجهد الكبير الذي بذل من قبل المنظمة الدولية للفن الشعبي وجامعة البحرين في انجاز هذا المشروع الفريد من نوعه ضمن المساعد الحفاظ على هوية الثقافة البحرينية العريقة والتراث الوطني الاصيل مؤكدا رعاه الله ان هذه الموسوعة ستشكل اضافة قيمة للمؤلفات الوطنية ومرجعا هاما للباحثين والدارسين والمهتمين بالشأن التراثي والثقافي واشاد جلالته بحرص المنظمة الدولية للفن الشعبي على دعم مثل هذه الابحاث الثقافية الهامة وجهودها المتواصلة في مجال المحافظة على التراث والفن الشعبي وتعزيز هوية الشعوب الوطنية منوها جلالته كذلك باسهامات رئيس جامعة البحرين على ما بذله من جهد مميز وما قامت به الدكتور ضياء الكعب المشرف على هذا المشروع من انجاز قيم وما بذله طلبة وطالبات الجامعة في هذا المنجز العلمي الذين يسعون من خلاله لخدمة وطنهم وتعزيز ريادته ومكانته الرفعة كما اكد جلالة الملك المفدى دعمه وتشجيعه لكافة الجهود والمبادرات الخيرة التي تهدف للحفاظ على الموروثات الشعبية البحرينية ونقلها للاجهال الجديدة في ظل ما تحظى به المملكة من مكانة متميزة على خريطة الثقافة العالمية وما تزخر به من حضارة عريقة وصروح تاريخية وتراث قائم على التمسك بقيام التسامح والانفتاح على مختلف الحضارات الإنسانية متمنيا جلالته للجميع دوم التوفيق والسداد وقد رفع رئيس المنظمة الدولية للفن الشعبي عظيم الشكر والعرفان والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلال على توجيهات جلالته السديدة وعلى ما حضي به هذا المنجز الثقافي من إشادة وتقدير من قبل جلالته حفظه الله سائل الله أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويديم على البحرين عزها ورخاءها ورفعتها وقال إن هذا المسح الميداني تم تنفيذه ضمن مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي وشملت توثيق ألف ومئة حكاية شعبية بحسب منهج علمي دقيق تم اعتماده من قبل عدد من الخبراء والمحكمين الدوليين ومن ثم تم اطباعته ضمن خمسة مجلدات بتنظيم مجلة الثقافة الشعبية يذكر أما هذا المشروع يمثل المرحلة الأولى في مراحل تالية تستهدف الوصول بالحكايات الشعبية البحرينية إلى العالمية